أهلاً بكم في برنامج أهلاً بكم في برنامج البرنامج عزيزي مشاهد التلفزيون نعتذر عن قتل ألانات النهاردة إحنا معنا ضيف مميز جداً وهو مش محتاج يتقدم هو كل يوم الصبح بيقدم برنامج على ON TV بيقدم صباح ON لمزيد من التعرف على ضيفنا لحبوا معي بالموزيق الألامي يوسف الحسيني حسناً يوسف الحسيني حسناً برنامج برنامج شكراً برنامج ورنامج برنامج مفاجأة. يعني ربنا ياستر. لا 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 ان شاء الله لما تقلقش ما تقلقش. احنا محضر لك مفاجأة. وانت حتنبص بيها جدا. قوي. جدا. هتنشرح? لا 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 هتنشرح. هتشكر? هتشكر لما تقولي يا بس. انا عايز اشكر مش عاوز حد يشكرني. لا 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 هتشكر واتشكر لكم كل حاجة. ما لا. ايوة السادة. أقدم لكم. من برنامج باسم يوسف عايز اوجه التحية الواحد برضو اسمه يوسف رمز جدو السخرية بيرت من غير مجهود يعرف. يكيف جمهور كان متحقق عنده ورحة مش كلامة بين سطول لعبر مصلي أصلي حصلي صاحب صحب صحي دكر لا بيخاف ولا بيتهز وعف سابت زي الحجر كل صبح كل يوم يطلع حلف له ميت يمين إنه يبضح كل ظالم ويسخر في المشاهدين مفيش غير واحد منه بس كلامه أهيعين لعبر الأعلام المصلي يوزف جامستر العساني اللي بيقول يبقى ما يخافش ولي خاف ما يقولش الجمعية التأسيسية جمهورية مصر العربية وقف احتجاجية في زرحة الكلية وطني يبغي، مدني وهي يبغي بيؤيده شرعية وطني يبغي مدني هيا يبغي أعباء مادية بالأسيسة الجمهورية يؤيده شرعية مش كده وله إيه بغي بيبقى في ميليشيا أسفر واسفر مصرة ؟ دا سيناريو صح ولا إيه؟ مش كده ولا إيه؟ الاقتتال، الاغتيال، داخل العيال، ماشي شغل أنت يدي، غيظاهم نحن كنا نريد أن نثبت أن تفعل راب أحسن من أي شخص اقتتال، اغتيال، اقتتال، اقتتال، اه، يا باغي يا باغي لا نريد أن ننزل علشان كده إحنا هنكمل لقاءنا مع الأستاذ الإعلامي يوسف الحسيني لكن أعتقد أننا نريد أن نتطلع بريكتين عشان إعلانات نلتقي بكم مرة أخرى مع بنامج بالبرنامج بعد الفاصل أعلم بكم مرة أخرى في برنامج البرنامج يوسف، أنت شرفت يوسف صاحب برنامج صباح أون في أون تيفي هو صاحب البرنامج لأنه تطلع مع مزيئات كتير وهو يفضل يتكلم فهدتان لا تدعي فرصة لحده أساساً فأنا أريد أن أسألك على هذا البرنامج أساساً يعني أنت مبسوط بالمزيئات التي لديك أو أنت تحب تطفشهم؟ لا أنا أحب المزيئات التي لدي أوه، أنت تحب المزيئات التي لديك أو أنت هم الاثنين متجوزين أنت ليس تجعل هذا الموضوع أحسن بكتير خالص بالموضوع أنا قصدي، الناس تقول دائماً أن أنت تستحوذ على الحوار أنت تتكلم وليس أحد يموقفك وتعمل راب يعني وتنزل وتعمل راب طلقت كلامي بالضبط، طلقت كلامي دفعة دقلها لا، هي كل حكاية أنا أتكلم ما أقول لحد ما يتكلمش هم يسكتون أو حينما يتحكون أو حينما يتكسفون يعني يتضايقون وارد يس بسحيون يتنحوا طيب، الناس كلها تتهمك أن أنت راجل حاطة الإخوان في دماغك عندك كأن فيه طول شخص أنا؟ أو أنت؟ أنا وأنا كمان أنا أمريك 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 أنت التي تضعها على الناس لا، لا، أنا أمريك أنت طفل ساويرز أو لست شخص لكن هناك أشخاص يأخذ عندك أنك واحد كانت واقف للإخوان على الوحدة هل أنت لديك مشكلة شخصية مع الإخوان؟ ولا مصنع الكراسي ولا أي شيء خالص هو أنني لا أعطي مشكلة مع الإخوان بشكل شخصي يعني لا أعطي أزمة إنسانية مع الإخوان هو أنني لدي مشكلة مع تعاطي الإخوان أو طريق التعامل للإخوان أو إدارة الإخوان من زمان يعني ليس لما مسكوا الحكم مش لما الدكتور محمد مرسي بقى الدكتور محمد مرسي اللي موجود في الاتحادية مش لما الإخوان كانوا في مجلس الشعب كانوا برلمان المنحل الكلمة دي بتدقيقهم قوي نحن رجعوا تاني محدش عارف بقى البرلمان اللي جاي إيه من زمان يعني أنا كنت أيام ما كنت في المدرسة كنت رئيس التحاد طلبة مصر فكنت بتعامل مع قيادات طلبية من الإخوان هو ده السر وراء إنه أنا مختلف مع الإخوان على طول الخط عارف طريقة التعاملات إزاي عارف يعني إيه بقى لي 22 سنة يعني أنا الشهر الجاي بقى 38 يبقى بقى لي 23 سنة شهر جاي 38 بيبي احنا قريبين جدهم بيبي ايه اتعرف انت هتوصل ده بيك فور أو بقى وكده فتعملت معهم في فترة اتحاد الطلبة اتعملت معهم وإحنا في الجامعة اتعملت معهم بعد ما تخرجت من الجامعة في شغلي قبل كده يعني فهي المسألة إنه هي منظومة مستمرة في عدم الوفاء بوعود ومنظومة مستمرة في طريقة إدارة أحدية جدا يعني اللي هم شايفينه بس هو الصح وأي حد تاني لازم يبقى غلط لازم ده أنا ما تعلمتوش في حياتي أنا تعلمت إنه أنا واردة أكون غلط ما عنديش مشكلة إنه أنا أطلع غلطان ما عنديش مشكلة إنه إحنا دخلين مع بعض منقشة فإنه باسم يقدر يقنعني مش بالضرورة أخش المناقشة عشان أنا هفضل صح لحد نهاية المناقشة هي دي الأزمة الحقيقية اللي مبيني وبين الإخوان عمليا أنا عندي معارف جوه الإخوان كتير في بينهم ناس أصحاب أقدر أقول كده جدا يعني واحد من أهم قيادات الشبان جوه الإخوان المسلمين زمان هو خرج صحيح زي إسلام لطفي أو زي يعني أمين شباب الإخوان في محافظة ليزا علي كل الناس دي صحابنا معدناش فيها أزمة وعلى مستوى قيادات الوسط وما إلى ذلك أعرفهم كويس وفي بيننا ود إنساني عادي لكن في خلاف خلاف سياسي خلاف سياسي جدا طب على ذكر خلاف السياسي هل أنت في الانتخابات الرئاسية اللي فاتت الناس مثلا تتوقع أن أنت تكون أنت صوتت لشفيق قالت كلها صوتت لشفيق هل إزاي يعني التصويت كان ماشي هو أنا قالت كلها بتصوت دلوقت طب طب كلنا يا فاندم تمام لا شوف أقولي الحاجة أنا ليا خالي كبير خالص ده إخواني أو كان إخوان زمان ونشق عن الجماعة من بدري جدا وفي نفس الوقت ليا أمي من وهي في الجامعة هي كنت قيادة نصرية جوه الجامعة وبعدين بقت بالوقت بقت مديرة حروزة اليوسف في مرحلة من المراحل بتاعته يعني أنت عندك خال إخوانجي أسابق وأم نصرية تمام وأبوي الله يرحمه الشيوعي لا إله لله تمام 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 لخبطة جدا زي الدستور في الوقت اللي إحنا أصعب من الدستور خالي اللي كان إخوان أنا فاكر مكالمة حصلت في المرحلة التانية من الانتخابات فأمي اللي كانت بتكلمه فبتقول له ها هتنتخب مين قال لها هنتخب مين هنتخب شفيق طبعا ده بجد مش هزار وإنتي هتنتخب مين قالت له مرسي طبعا النصرية النصرية اللي المفروض بقى إحنا يعني عايشين في زمانة بتاع عبد النصر بيكراء الإخوان والنصرين بيكراء والإخوان والإخوان بيكراء والنصرين وحاجات زي كده فالنصرية انتخبت مرسي والإخواني انتخب شفيق فهي حتى بتقول له إزاي ده أنت كنت إخوان قال لهم هو علشان كده هنتخب شفيق أنا شخصيا قطعت أنا كنت ناوي أبطل وبعدين لقيت اتنين صحابي يشكوا فيا قال لي ما هو أنت لو أبطلت هتروح وبعدين تحط إيدك في الحبر وبعدين تنجي احنا إشعرف ما كتبت لين فقفتوا قدام بي باللجنة وروحت واخب بعضي ومروح طيب على ذكر الاتجاهات السياسية دي بيقال عليك أن انت ماركسي كافر ده كلم فارغ الحقيقة يعني ما فيش حاجة اسمها هكذا هو المشكلة أن احنا عايشين في عصور جهل الحقيقة بأنها سنين طويلة لها هي بسبب حسني مبارك هي بسبب حسني مبارك وبسبب جمال عبد الناصر وبسبب السادات وبسبب الملك وحاجات زي كده الأساس هو الاستعمار اللي جي على البلد أنه هو كان الاستعمار مش مصلحته إطلاقا أنه يبقى فيه حكم اشتراكي أو يبقى فيه أفكار اشتراكية أو أفكار حتى شيوعية وبالتالي بدأوا يرواجوا إلى فكرة أن الشيوعين دول كفر ما بيصلوش ما بيصموش بيكرهوا الأديان بيسدروا الأديان وربنا سبحانه وتعالى واللي عايزوا بالله يعني وحاجات زي كده ده مش حقيقة على الإطلاق خالص مالوش أي علاقة أنت فيه عندك مجموعة أفكار تتعلق باقتصاد وبشكل إدارة سياسية وإنت بقى في قلبك عايز تبقى مسلم عايز تبقى مسيحي عايز تبقى يهودي عايز تبقى بوزي عايز ما يبقاش بيك دين ده موضوع تاني خالص مالوش علاقة بانتماءك الفكري يعني فيه ناس كتير ما تعرفش عنك أن أنت أساسا قبل ما كنت تبقى موزيع حتى في الراديو أنت كنت تعمل أنت أساسا أنت أعمل حاجة كتير جدا هو أنا اتخركت من اقتصاد اشتغلت معيد شوية وبعدين قدمت استقاطي اكتشفت أن أنا من فعش أبقى مدرس خالص يعني أهلس قوي على أن أنا أبقى مدرس تمام واضح فأه واضح قوي فأنتو عاجبت قوي الحجائي ده هلس فأه وبعدين لما تخرجت من الجامعة أبا لما سبت الجامعة عصدي اشتغلت شغلانتين مع بعض اشتغلت موزيع في التلفزيون المصري في الفضائل المصرية وعملت برامج أطفال وعملت برامج دينية وده كان أول سنة ليا وكت ألدغ أكتر منك بما راح أنت كنت ألدغ او يه 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 يعني أنت أمتى أنت مش ألدغ أنت كويس أنا دلوقتي تعلمت وأنا عندي 23 سنة أمر أمير الأمراء بحفر بقر أنا ألدغ أبدا عن جد يا راجل أمر أمير الأمراء بحفر بقر في السحراء يشرب منه جميع الفقراء حل هاتيجي هاتيجي يعني كويسة يعني أعمل زيلة الخلوف يعني بس فأنا اشتغلت في واحدة من شركات التليفون المحمول بعد ما سبت الجامعة وفي نفس الوقت جالي شغل بتاع الفضائل المصرية ده فتعلمت هناك على إيد اتنهم على إيد مدام سنق منصور وعلى إيد مدام صديقة حياتي دي واحدة من مؤسسين الشرق الأوسط جيل سنق منصور وما إلى ذلك فها قلت لي أنت عايز تبقى موزيع؟ أنا كنت ساعتها بجرب بصراحة ومكانش في حلمي خالص أنها اشتغل موزيع على الإطلاق قلت لها قديني بجرب قلت لي لو هتستمر لازم تنطق تنطقتني الحية فصلت وجابت منك الريف الاخر وابنك قلدغ؟ ابني قلدغ أبويا الله يرحمه قلدغ أخويا كبير قلدغ بس هي حاجات دي يعني شدة وتزول أو بتفضل معاك يعني هي بتفوت هي بتفوت نقدر نعيش بها يعني طب بمناسبة الراديو في ناس بتعرفش أن انت من كم أسبوع كده انت قدمت أنا ون نجوم وهواك بدل أسامة مونير ده على نجوم أفقام طبعا مش كده؟ طيب يعني دي مش أول مرة على فكرة ما نمسكتولي دي أصلا نريد أسؤال حاجة احنا سمعنا التسجيل بتاع الموضوع ده وانت كنت يعني سمعت أي مكلمة تحديدة لا انت مش أخذ بالك انت كنت بتعمل انت كنت على تويتر عمالت تتكلم في السياسة وانت كنت عمالت كلامك على الحب على التليفون وكان فيه أحد عمالت تقول لك يا أسامة يا أسامة يا أسامة وقتنا أنا يوسف قاتلي يا أسامة وقتنا خليني خالدي يعني يجي القصة بس جاوبي على السؤال اللي أنا بسأله لكن كنت عملت مع موضوع أنا والنجوم وهوك؟ كيف اديت نصائح في الحب؟ والله هقولك مثلا متهايلي وقالك أنا فيه واحد يسابني من زمان الإخوان وحشين أنا فيه واحد يسابني يعني كيف عملت مع الموضوع ده قالت لي أنا تخطبت كت أه وخطوبة عادية وكت وقالت لي كتة اللي هي إيه؟ قالت لي خطوبة عتي وقالت لي وفيه خطوبة مش عادية بيحصل فيها حاجة يعني هقولك شوف هو أنا مش شايف إن الحكاية مختلفة خالص يعني الحب هو الحب هو الثورة الثورة هي حب أنا لي حد الله يرحمه ده كان أستاذي يعني وهو واحد من المؤسسين اليسر المصري من سنة ستة وتلاتية ويمكن هو حتى كان من أساتذة أبوي الله يرحمه فتعلمت منه حاجة ظريفة جدا إنه أكتر فعل الرومانسي في الدنيا إنك تعمل ثورة يا سلام فقالت له ليه؟ هيقود التاريق والله العظيم أنا عارف أنا جاي وأنا شيء يجب عشان كده اللي بيحصل فينا اللي بيحصل بعد الحب ماشي وبعد أن يفاضي لابينا سيكو 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 فسألت وقاتها تقوله إزاي يعني قال لي البني آدم اللي بيصور ده علشان تحسين أوضاعه وتصلحه وحاجات زي كده هو بيصور على شام مين عشان الناس اللي يعرفهم واللي علشان كل الناس تقولوا علشان كل الناس قال لي بدافع لإيه فما كانش عندي إجابة كان عندي حوالي 13 أو 14 سنة قال لي بدافع أكيد أنه هو بيحب الوطن والوطن ده إيه أرضو ناس فأنت بتحب الناس في المطلق من غير ما تعرفه وبالتاني ما كانش صعب إطلاق أنت تتكلم في الحب بتاع بني أدم لبني أدم اللي ما بيحبش بلد ما بيعرفش يحب أفراد واللي ما يعرفش يحب أفراد عمره ما هيعرف يحب البلد على بعضها أنا الحقيقة بمناسبة الحب أنا يعني لما تفرغت الحلقة لا لا أنا في حاجة في حاجة مناسبة الحب إحنا طلعنا هاشتاج على تويتر فبطول متحب تقولوا إيه لليوسف الحسيني فأنا بس أنا عايزة أقول لك شوية حاجات أنا كنت غابي قوي في لحاشتاج لا 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 بس أسأل رانا بتقول لك أنت ليه بتقول كلام جامد بزيادة وصافي قالت قاله قوله أن أنا بحبه بحياتي السوعة بتقول لك أنت زائع السول كده نورة بتقول لك فيه اتنين كمان سانية واحدة نورة بتقول لك أنت مرشاويت طبعا عندي عياله في الآخر وائل بيقول أنت زائع الراجل أول كده هو سؤال غريب من وائل حبتين تعمل 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 وائل اللي بتطلبه دعيبه حرام يا بيه من جامل زبقها كان فيه اعتصام اللي هو اللي حصل حوالي ملينة الانتاج أولاد أبو اسماعيل وانت كنت من ناس اللي انت يعني نزلت معهم انت انت يمكن من الاعلامين يقولين انت فعلا رحت تتكلمت معهم أنا غالي من الوحيد فعلا انت تتكلمت معه احنا فاكي احنا معنا صورة من الاعتصام ده يا جماعة ثانية واحدة ممكن ثانية بالزبدة اين أولاد أبو اسماعيل اللي حصل لهم؟ ثانية 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 اه دول ايه اللي اعتصام ده حادثك؟ هو ده مش اعتصام ولاد أبو اسماعيل خالص اه اه انا واضح جدا ده كان اعتصام مصر الطيران اه انت بسرح اللي اعتصامات اللي كانت طب هما بيتباحوا هناك ولا لا؟ لا طب بيقدموك السيرفيز ياما او لحمة او حاجات زي كده وعصيره اه طيب هل هل يعني انت ده شفائح انت فيها اكل او او حريمة؟ اه ممكن ماشيها او حريمة لا طب نتجع اللي هتصام يا ابو اسماعيل اه انت روحت فعلا اه انت نزلت وتكلمت معهم وصليت معهم خاصة يا ماركسي يا كافتي اه اه يعني ازي عملت معهم كده؟ هي حقيقة تصواتها انت زي بقيتش خائف ما كانتش عندك مشكلة معهم فيه الناس كانت من الكلاب بيتضخم الامور انت اي رأيك؟ لا الناس مدخمتش الامور هو الاعتصام ما كانش صح من وجهة نظري او بالقصح طريقة التعامل في الاعتصام ما كانتش صح اه هي كانت مكالمة كده جات لي يوم الخميس اه انا روحت يوم الجمعة طبعا صليت الجمعة المكالمة دي جات لي يوم الخميس من الفضائية المصرية كان برنامج بيقدمه جمال الشاعر فرئيس التحرك كلم اه تليفون اردي انا مبردش على تليفون عادة يعني اللي عارفيني كويس عارفين ان شبه مبردش على تليفون خلص رديت عشان تليفون اردي بيتكلم فدي حاجة غريبة ايوة احنا برنامج كزا طب احنا معانا الشيخ صفوات بركات الذي نادى ودعا لاعتصام مدينة الانتاج الاعلامي وعايزينك تتكلم على الهوى تقول وجهة نظرك فبدأنا نتناقش انا والدكتور صفوات بركات ّ في البلمنسبة هو أستاذ علوم السياسية في جامعة القناة السويس فقتوله بص احنا ابدأ الكلام قال لي لا احنا عمليه الاعتصام قلتوله عمليه الاعتصام ليه وقالي عشان الاعلام المنفلت قلتوله انه بتحفض على كلمة منفلت تماما لو انه في اعلام منفلت فهو الاعلام الثاني لو صحك كلمة اعلام تاني الو هو المفروض انه هو قنوات بتاعت الدعوة هي اللي بتتكلم عن إنه فلانة زانية وفلانة ارتكبت وفلانة عمل وما إلزاك ده اسمه الانفلات الإعلام بتاعنا ما هواش إعلام ومفلت تحفظ عليه واختلف زي ما أنت عايز قطوله عشان برضو أكمل لك يقوله لا أنا مصر على انفلات قطوله لا نكمل اعتصم وتظاهر واشجب وندد وحط صور واتهمني إن أنا عميل وإن أنا جسوس وإن أنا ممول وإن أنا كذاب لكن ما تحط الصور تيبكتو علي يا كلب سوي رسل اللي لقب ده محبب قوي بالنسبة لي فدي الصورة الوحيدة اللي بحطها في حواسط بس ده أنا أنا اللي بطلع الصور دي أنت بطلع الصورة أنا أنا اللي اسم أما كانوا حطنها قدام باب المدينة فقال لي أنت عندك حق قطوله فأني ما عنديش مشكلة في الاعتصام هم حطولي أنا طفل سويس ولا كان ما كان ما كانش في حاجة أنا كنت موجود كان صورتك بس من غير الطفل آه أوكي طب أوكي فكانوا عيون إيه؟ لا مش فاكر أنا ركزت أول مع صورتي النرجسية كانت واخداني فبس فقال لي طب إيه المطلوب قلت له المطلوب أن أنتو منحقوك وأنتو معتصمين تفتش اللي داخل الاعتصام بس ما تفتش اللي داخل المدينة مش منحقك ولا تمنعني من دخول شغل بتاعي فقال لي لأ إحنا محدش فينا تتعدى على حد كان ساعتها لسه خالد يوسف مضروب طوله أول خالد يوسف لسه مضروب حالا فما فيش استفادة من ده يعني بالإضافة أنتو هتشوه صورتكو أصلي فانتو أحراده قال لي أنا مستعد نعمل مبادرة ومش عارف إيه وحاجات زي كده ونعود الخميس اللي جاي في برنامج الأستاذ جمال برضو ونتكلم بتقولوا أنا ما عنديش مانع بشرطي يكون في موجود عمر قديب بقى موجود إبراهيم عيسى بقى موجود لميس الحديدي بقى موجود باسم بقى موجود كل الناس اللي أنتو بتعجموهم وبتقولوا عليهم موحشين يبقى موجودين جوال حلقة يعني قال لي طيب أقول لحضرتك حاجة إحنا ممكن نفوضوا لإعتصام بكرة بتقول لي لو عملتها أصلي معاكو بكرة ما هديق صديبة فقال لي خلاص بتقولوا يعني أجي بكرة قال لي تعالي رحت فعلا وقالوا لي خش فطبعا أنا ولل هوى مستحيل كنت أغامر أن أنا أخش من بره من عدد طريق فدخلت من باب السري وركنت العربية جوه المدينة وخرجت من باب أربعة فجابوا لي شاب طويل عريض وحش كان موجود ومعايا الشيخ صفو وبركات فخدوني من الجوة المدينة خرجنا وطلعنا بقى على المنصة فوق مع الشيخ محمد الزغبي وصلينا الجمعة حضرنا الخطبة وصلينا الجمعة وبدأنا نتكلم والاعتصام تفضي بعد كده ودعوا للاعتصام في الميكروفون بتاع الخطبة بعد صلاة الجمعة ما خلصت وكله فدعوا لفض الاعتصام وأنه ضرورة أنه يعني ما فيش داعي أن يبقى وجودنا هنا يصير مخاوف ولو يصير قلق ولا يسبب بلبل ده حاجة كويسة يعني نتيجة أن الحوار بينفع في أوقات كتير الحوار بينفع في أوقات كتير لو فيه ودانها تسمع على المهم أنت شرفت فعلا برنامج لبرنامج وأنا عايز أطلب منك طلب أخير بما أن أنا في حضرة المزيع الكبير يوسف الحسيني هو يدي تتابعوه الساعة 9 الصبح لو أنتم تسخوا على صباح أون فيه برنامج بالليلة على نجوم أفقام يوم السبت مش مشكلة 8-10 8-10 كل سبت ده حلو ده طيب أعزك أنت اللي تخدم البرنامج لأيه أنا عايزك تقول نشكركم ونلتقي فيكم بكم في حلقة أخرى من البرنامج نلتقي فيكم أو معاكم أو هو بتاعه تفضل حددك هنا في أي أي نشكركم ونلتقي بكم في الحلقة قدامة لا 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 ثاني ثاني من الأول من الأول شوف اللي أنا أعمله بالساحل يالله تاني أو الله نشكركم ونلتقي بكم في الحلقة القادمة من برنامج البرنامج شوكرا جدا 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 شوكرا جدا